بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدين قناة النادي الاهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس الحقيقة النهاردة خليني أبدأ مع حضراتكم النهاردة كان هناك اجتماع لمجلس إدارة النادي الاهلي انتهى هذا الاجتماع لعدة قرارات الموافقة على قرارات لجنة التخطيط لكرة القدم خلال الفترة السابقة ده القرار الأول ثم جاء القرار الثاني بالموافقة على صفر أمير توفيق مدير التعاقدات وكابتر خالد بيبو مدير قطاع الناشئين ومايكل بروكتش المدير الفني للقطاع خلال شهر أكتوبر المقبل إلى التشيك واسلوفيكيا لبحث سبل التعاون المشترك مع أندية زلنة وسيجمة وبعض الأندية التشيكية بشأن انتقالات لعاب النادي الاهلي إلى أوروبا وتنظيم المعسكرات المشتركة وتبادل الخبرات الإدارية والفنية أيضا تمت الموافقة على التصور المقدم من لجنة البد بشأن أعمال الإلكترو ميكانيك والغليات الخاصة بمجمع حمام السباحة سواء في مقر النادي بالجزيرة أو فرعي مدينة نصر والشيخ زايد الحقيقة تلت قرارات مهمة جدا زي ما حضراتكم عارفيني النادي الاهلي هو نادي مؤسسة النادي الاهلي دايما لما بيجي ياخد قرارات بياخد قرارات باللي بيحصل قبل كده واللي حيحصل بعد كده بمعنى أن القرار الأول الموافق على قرارات لجنة التخطيط لكرة القدم كل ما حدث أو كل ما تم اتخاذه من قرارات خلال الفترة السابقة للجنة التخطيط تم الموافقة عليه اليوم أيضا الحقيقة في إطار الاستثمار الرياضي والاستثمار الفني اللي بيعمله النادي الاهلي خلال السنتين أو الثلاثة الأخيرة وزي ما قلت لحضراتكم وأنا اتكلمت مع حضراتكم كتير في موضوع الاستثمار الفني والاستثمار الرياضي خطوة على نفس الطريق خطوة على طريق الاستثمار الرياضي والاستثمار الفني كل اللاعبين اللي تم إعارضهم لبعض الأندات الشيكية يجب أن يكون هناك دائما متابعة لهؤلاء اللاعبين يجب أن يكون حد في قيمة الكابتن خالد بيبو حد في قيمة بروكتش المدير الفني لقطاع الناشئين حد في قيمة أمير توفيق مدير التعقدات في النادي الأهلي أن هم يروحوا ويتابعوا إيه اللي بيحصل يعرفوا إيه اللي بيحصل خلال هذه الفترة المهمة جدا الحقيقة في تاريخ النادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم الاستثمار الرياضي في أبهى صورة لي